لا هو أجل عشان الاجتماعات دي وأجل عشان يطمئن أن كل مجموعة يعني النشاط الرياضي برضو خدت منه اهتمام ودي الكورة بيجتمع مع عناصر الكورة ولسه يعني كان له اجتماع مهم مع قطاع النشهين قيادات القطاع والأكاديميات اه طبعا ولما هيرجع كولر هيكمل سلسلة الاجتماعات بمحاولة الاطمئنان على المرحلة القادمة هو يعني حتى ما اسمعش الكلام بالدكاترة يقولوله الريع شوية لا ما عندوش وقت هو تعارب يحب كل حاجة يطمئن عليها بنفسه يعني وهو يمكن ده دغط العصب الشديد اه طبعا يعني يعني الظرف الصحي اللي الكابتن فيه ده اجتماعه مع خطاع النشهين سبقه اجتماع مع الشركة شركة الكورة اللي بتتصور ما بتنزلش صورها ومش عايزين حد يصورنا اه لان مش عايزين حد يصورنا احنا عايزين نشتغل محدش يشاور علينا احلى حاجة في الدنيا عموما كل الاعتقد الكمال الاجتماع مع خطاع النشهين لانه باستمرار فيه تطوير في القطاع وباستمرار فيه ربط بين القطاع والاكاديميات وجود الكابتن شطة مدير عام الاكاديميات مع الكابتن بدر رجب وكابتن وليد سليمان والكابتن محمد شاوي الحياة الهدف مزيد من الربط بين هذه القطاعات المهمة واعتقد وجود الكابتن الخطيب معاهم وكمان حضرت لجنة التخطيط الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف كان مهم جدا لمزيد من التطوير والتفعيل في قليات العمل في قطاع النشهين وفي الاكاديميات الشغل ده كله اعتقد الكابتن الخطيب بعد الجمعية العمومية الجمعة والسبت في النادي في مقر النادي في الجزيرة الجمعية العمومية العادية للنادي لاعتماد الميزانية والحساب الختامي ومقترحات الأعضاء وجاية الحياة الجمعية العمومية في توقيت يمكن درجة الإنجاز والعمل الإنشائي والتطوير اللي حاصل في مقرات النادي مش تسألني طيب عملت ايه بقيت المهام بتاعة الشركة ما انا قلت لك انت قلت لي لا هي دي لا هي دي مع الكابتن ايوا احنا بقى ما اشتغلنا من بعد الاجتماع فورا وكان فيه اجتماع بيننا احنا وبين بعض النهاردة عشان نشوف برضو انت والمهندس خالد عبدالقادر لا انا والاجهزة التنفيذية بناء على التكلفات النهاردة من المهندس خالد قال لي انا مسافر عودوا مع بعض ومهندس بمانينا بنقول للناس ربنا شويكو يعني احمد حسام عود يعني كان بياخد حقن في عينه عنده مشكلة كانت الاف سلام عليكم شبكية وربنا برضو فاحنا احنا ادارة السكاوتينج هتموجودة ادارة السكاوتينج كابتن هاني رمزي ومعه مجموعة منها ودارة الكشفين والاكاديميات كانت موجودة ودارة تعقودات موجودة وتنقشنا كلنا في كل مطولب وتنقشنا اذا نطور عمل كل اقدارة من دون مناسحة وحصل اتصالات وقدرنا نوصل لأفاق ابعد شوية من خلال هذه الاتصالات انا بقول كده عشان استعرف محدش يقول المفروض النادي يعمل والله احنا اي اختراح جديد احنا بنقبله بس انا يعني لما يكون في حاجة بتتعمل بطمن الناس عليها مش اكتر من كده واللي عنده يا جماعة اي مخترحات تخص طريقة اكتشاف اللاعبين فيه ادارة ممكن التواصل معاها من خلال الادارة تنفيذية للشركة بس من النبي بقى مش عايزين بقى كل يعني مش معناه ان الناس نعطلها بكل واحد عنده فكرة لازم يعني لاني معظم الافكار اللي بتتقال بتكون لكن افرد ان في واحد بيقولك ايه انا في الحتة الفلينية واحنا عاملين تجمع وعندنا مش عارف ايه وعندنا نتواصل معاكم نتواصل ازاي لا تعالى تواصل من خلال الادارة تنفيذية وموصلك واذا كان عندك لعيب عايز تعرضها هنهتم به غير كده معظم الافكار احنا عندنا يعني تطمن الجمهور بالنسبة كبيرة على نظام العمل انا لا تطمنش حد غير لما شوف نتيجة العمل انا بقولهم فيه مجهود هيصفر عن ايه اه انا قناعتي ان كده ما فيش مجهود بترمي في البحر اه يا رب ربنا يكلل محاولاتنا بالامال اللي اللي انتم متوقعينها من النادي الاهل مش احنا بس احنا جزء من مجموعة من التروس تؤدي الى ان النادي الاهل يمشي بشكل علمي متطور يسبق اه الجميع في القرية بإذن الله ان شاء الله تعالى ده كلام اشتركوا في القناة